كيف ساهمت مصر من اليوم الأول في الوصول لهذه اللحظة لحظة تحقيق هذا الاتفاق الهدنة اللي احنا بننتظره منذ أيام طبعا هو الموقف المصري اتجاه القضية الفلسطينية موقف يعود إلى بدء القضية نفسها منذ عام 1948 وليس لدينا الوقت لاستعراض هذا الموقف لكن منذ اللحظة الأولى لعملية طفان الأقصى يوم 7 أكتوبر تبلور الموقف المصري بطريقة شديدة الوضوح هو ميزة السياسة المصرية أنها سياسة بمعنى أنها ليست ردود فعل لمواقف طارئة أو شيء من هذا القبيل فمنذ البداية ركز الموقف المصري على عدد من العناصر المتكاملة شديدة الأهمية وقف اطلاق النار ضرورة دخول المساعدات إلى القطاع لأنه طبعا وقف اطلاق النار مع ترك أهلنا في غزة يعانون من قطع المياه والكارباء والغزاء وما إلى هذا ومصر في هذا الصدد كان لها مواقف مشرفة رفض خروج أي مخلوق من معبر رفح إلا إذا دخلت المساعدات فوقف اطلاق النار ودخول المساعدات ثم نقطة في منتهى الأهمية رفض التهجير لأنه التهجير ليس يعني فزاعة نخشى منها إنما هو تصريحات يقولها مسؤولون في إسرائيل ومثقفون في إسرائيل مصر كانت واضحة منذ اللحظة الأولى إنه لا للتهجير ليس لأننا نخشى من وجود فلسطينيين فيما بيننا مصر بسم الله مساء الله فيها أكثر من عشر مليون عربي إنما تهجير أهل غزة إلى سينة أو غير سينة معناه تصفيت القضية الفلسطينية وتنفيذ المخطط الصهيوني إلى نهايته وبالتالي العنصر التالت كان رفض التهجير والعنصر الرابع والأخير أن كل ما يحدث سواء في 7 أكتوبر أو قبل 7 أكتوبر سبب انعدام الأفق السياسي للقضية الفلسطينية في نقطة كمان مهمة جدا تحدثت عنها المقاومة الفلسطينية وهي فكرة عدم التعرض للمدنيين في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية سؤال حديثة فاندم هل هناك أليات لمراقبة تنفيذ هذه الهدنة أو حتى التعامل إذا تم خرق هذه الهدنة؟ طبعا هو نفترض أن إسرائيل ستلتزم بعدم التعرض للمدنيين في أيام وقف إطلاق النار إذا امتد وقف إطلاق النار وتغير المناخ العام للمعركة الدائرة سنطمع في أن يكون نوع من أنواع آليات الحماية للمدنيين لكن إذا فشل هذا الاتفاق في أن يمتد إلى ما بعد تنفيذ هذه الصفقة الجزئية للأسف فإن حماية المدنيين لن تحدث إلا بمزيد من صمود المقاومة ومزيد من الضغوط الخارجية على إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا رحبت بذلك وشكرت جميع الأطراف المتعاونة كيف نعول على دور أمريكي الفترة المقبلة لوقف إطلاق النار؟ خاصة أن بايدن حتى نشر مقال في الواشنطن بوست استحدث أن حل الدولتين هو الحل الأمثل ويفوق فكرة وقف إطلاق النار نحن نريد إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار إلى حل الدولتين هل يمكن أن نطرح دوليا الآن؟ هو طبعا الموقف الأمريكي تاريخيا شديد لانحياز لإسرائيل وفي بداية عملية 7 أكتوبر كان متطابقا مع إسرائيل لكن مع صمود المقاومة وثورة الرأي العام العالمي وضغوط داخلية أمريكية هناك تمرد في وزارة الخارجية الأمريكية بدأ الموقف الأمريكي يختلف جزئيا وبالتالي باستمرار هذه العوامل التي أفضت إلى هذا التغيير نأمل في أن يحدث تغيير ما ترجمة نانسي قنقر